السلام عليكم والصلاة والسلام على خير الانم مرحبا بكم في الصفات مع ام البانت اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين والله يتقبل منا صالح الاعمال وليوم ما غادي نشارك معاكم طريقة تجفيف الكرافس والمعدنس والقصبر طريقة سهلة وبسيطة وانتمنى تعجبكم وغادي نبدو هنا يا عدنا واحد الكميات الكرافس واحد الكميات القصبر واحد الكميات المعدنس كل واحد كيعمل على قد العبار اللي يبغى وغادي نغسله مزيان غادي ننقيوه ونغسله والربيع غادي نختاره اللي هو طريق يكون ما فيه شي داك الربع صفار ونغسله مزيان نعمله شوية في الماحتة كيتحيد منه إلا فيه شي طراب ولا شي حاجة وكان نعمله واحد المعيل قد الخل وكان خليه فيه باش كي يتعقم داك الربع وغادي نحيده نعمله في شي شبيكة حتى كي يقطر وكان اخده في حال هاي دا كي يكون بحال هاد الشكل هنا يا غادي نجي وغادي ننقيوه غادي نحيده الوراقي على السيقان وغادي ناخد هاد الكرافص غادي نبدأ بالكرافص غا نبقى ناخد نحيد لهم هاد الوريقات بوح ديتهم لان الكرافص عندهم السيقان دياله مغلاطين شوية كنحيد غير الوراقي كنبقى نستمر هيدا تاك نكمل هاد الكيمية اللي عنديت الكرافص الكرافص كلنا موسول ومنقي ومعقم وحتى هاد السيقان ما كنرميوهم شي كنربطوهم بشي خيط وكنزيدون نسمو بهم الحريرة وهنايا غادي ناخده واحدة السينية اخرى غادي نفرشو فيها واحدة المينديل اولا شي فوطة هيدا وغادي نزدو علي هاد الكرافص حتى كي نشف ونغطيوه بشي فوطة اخرى ونشفوهم زيان باش كي ساعد نضغيه كي نشف الفران تا ما كيبقى شي فيه لمع وغادي نبقى نتلقوه هيدا على هاد الفوطة باش كي يشرب قعلمة اللي فيه وهنايا بعد ما نشف ملمة غادي ندوزو نتحنوه غادي نسبقو الكرافص غادي نجيب الهاشوار غادي نتحنوه هنا في الهاشوار يمكن لكم تدخلوه الفران بلا ما نتحنوه هو كي يبس كيتفرتس بسهولة هنا غادي نتحنوه باش ضغيه كي يساعد نضغيه كي يبس ما كيديش الوقت بالزاد غادي نعملو هنا في الهاشوار غادي نعمل كميه اللي هو كيرجعضي قليل ما كيبقى شي بزا في هيدا فكي يتطحن كي يجعضي شوية وغادي نشدع لها ونبدأ نتحن في هاد الكرافص تكنسالي هاد الكيميه الكرافص اللي عندي نهي غادي نتحن غيجوش دلات المرات طغية كي يتطحن غادي نجيب واحد سينية اللي غا نخوي في هاد الربيع باش ندخلو الفران وهنايا غادي نفتح هاد الهاشوار غادي نجيب واحد سينية اخرى اللي غا ننزل في هاد الربيع وهنايا الربيع كنخليه حتى كنطيبو الخبز كي يبكون الفران سخون ومليكا نتفيو الفران عادي ندخلو هاد سينية دربيع باش كي يحتفض على اللون ديالو ما كاخسناش يكون الفران مشعول وكنحمرو في سخونية در فران مشعول صحتا كي يتطفل الفران عادي نردو في الفران غادي نزلو هاد الربيع اللي هنا كامل فاد لها شوال جمعو كنعملو كل تحنة بوحدة كل تحنة كنعملوها في السينية باش ضغيه كي يساعدنا ينشف في الفران وكنتلقو هيدا في السينية وكندوز نكمل الكمية اللي هاد بقاتلي من الكرافص نطحنو بنفس الطريقة ونعمله في السينية ما غنزيدوشي على هادا نعمله في السينية بوحدة باش ضغيه كي ينشف لي في الفران وهنايا غادي ندوزل مع الدنوس بنفس الطريقة اللي عملنا بها الكرافص بهتشكل بعد ما غسلناه مزيان وعملنا في شوية دلماء والخل وغادي نحيدو للوراقي على السيقان وغادي ننقو هيدا بنفس الطريقة اللي ينقينا به الكرافص هنا يوحق اللي ندك السيقان قاقين ماشي مشكل بغيه كي يبسو في الفران وغادي نتحنوه في الهاشوار بنفس الطريقة اللي يطحننا به الكرافص وغادي نشدو عليه ونطحنوه شوية قلنا ججلة التطحنة ضغيه كي تطحن وغادي نجيب واحد السينية اللي غا نعملوه فيها هنا هيا غادي نكتافي هوا بعد ما تطحن غادي نخويه في السينية نص الطريقة اللي عملنا في اللولا غادي كل تحنة نعملوها في السينية باش ضغيه كي ينشف الفران هادي نخويه هنا كامل هادي ربيع المجفف كي يجي رائع في الأوكلت دينا كنسمو فيه بحتل آخر كنت نعمله كيزيد واحد البنة لأوكلت دينا غادي نطلقو هيدا ونخليه جانبا حتى كنسالي الكيمية اللي عندي كاملة وعاد كنعمله في الفران غادي نطلقو وهنايا غادي ندوزو للطريقة الثالثة اللي هي القصبر اللي غا نعمله بنفس الطريقة هنايا عندي القصبر بعد ما غسلناه بنفس الطريقة غسلناه ونقيناه وهنايا بالنسبة للقصبر ما غا نحيلوش السيقان بزف كنحي يضغي ديك الغلاطين كنخليلو السيقان اللي هما طريين قاش القصبر كي يكون طري ضغيه كي يتطحن حتى هو هنايا غا نكتفي هيدا غادي نجيب الطحانه وغادي نطحنه بنفس الطريقة اللي طحنت به اللولا وغادي نعمله في السينية حتى هو السينية بوحده باش كنبقو نفرقه ما بين القصبر والمعدنوس والكراس هنايا غادي نطحنه هادي نجيب واحد السينية اللي غا نخوي في هاد القصبر بعد ما طحنت هاد الكراس والمعدنوس والقصبر غادي يكون عندي الفران سخون غادي نطفي الفران وعاد ندخل سينية ديالي الفران باش ينشف ذاك الربيع والقصبر والمعدنوس والكراس بالنسبة اللي بغا ينشفو في الهواء مخصوش شي يعملو في الشميشة لان الشمش دغية كيتبدلو اللون ديالو كيرجع لون اصفر خصو ينشف فضل والمكان يكون مهوي وهاد الطريقة كتدي شوية دلوقت كيبقى ثلثية مربع ايام كينشف اما بالنسبة للفران فاضغية كيوجدو النتيجة بحل بحل انا غادي نعملو في الفران والفران نقول لكم مطفي باش كيحافظ على اللون ديالو اللون الاخضر الطبيعي ونتلقاو معاكم وهنايا بعد ما نشفو الكرافس والمعدنوس والقصبور بهاد طريقة هدا هو الشكل اللي حصلنا عليه هنيا باقي غا نطحنوه اللي بغا يخلي هايدا يمكن له يخليه فرتوغي بيدو كيخليه اما يلا بغيتو تطحنوه باش كتاخدو منه شوية هدا هو الكرافس بعد ما يبسناه بهاد الشكل كيكون يابس غيكة حديه بيدك كيتفتت وكيبقى في اللون ديالو الاخضر اللون الطبيعي ديالو وهيدا حتى بالنسبة للقصبور والمعدنوس وهنايا غادي نجيبو الطحان اللي غا نطحنوه في هاد قصبور والمعدنوس والكرافس غادي نطحنوه وكل حاجة غادي نعملوها بوحدة هنيا قصناه ضروري نعملو لهم شيتيكيتات باش نكتبو فيهم في القراعي ديالو اللي غا نعملوهم فيه باش نبقوا نعرفو كل حاجة بوحدة وغادي نستمرو حتى نكملو هاد الكيميات اللي عندنا نتلقاوه معاكم وهنايا وصلنا نهاية الفيديو هدا هو الكرافس المجفف اللي حصلنا عليه كذلك المعدنوس والقصبور طريقة رائعة واللون ديالو كيبقى اخضر ناصح ما كيتبدلو شي اللون ديالو بزف وطريقة سهلة وبسيطة وانتمنى تجربوه وهنايا غادي نعملوه في القريعة كل حاجة كنعملو بوحدة وكنعملو عليها شي تيكيتا باش كنكتبو فيها الكرافس او المعدنوس او للقصبور باش من كيختلفو الناشي وكن نكهو بهم الاوكولاتينا وسبق لي شاركت معاكم طريقة تحضير بودرة التوم حتى هي جد رائعة والطريقة سهلة وبالنسبة لي اول مرة يشوفوا القناة يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا وشكرا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله